ترأس الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وفداء مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الخامس والثلاثين لأصحاب السمو المعالي وزراء الداخلية بالدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقده اليوم في الرياض وتم خلاله بحث عدد من الموضوعات الأمنية المهمة والتي من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها دول المجلس في حماية الأمن والاستقرار وصيانة المكتسبات والإنجازات التي تحققت لشعوب دول مجلس التعاون عبر المسيرة المباركة لمجلس التعاون وقد عقد الاجتماع برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي أشد في كلمته التي ألقاها في مستهل الجلسة أشد بالتمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي واحد مشيرا إلى أنه يعد بحق نموذجا مشرفا وتطبيقا عمليا لما وصل إليه تعاون الأمني المشترك وإدراكا عميقا لوحدة المصير وخطورة التهاون أو التقصير وبهذه المناسبة أعرب معالي وزير الداخلية عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها لهذا الاجتماع وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منوها كذلك إلى أن الشكر موصول لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون وجميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من جهة أخرى استعرض معالي وزير الداخلية أبرز مرتكزات التمرين الأمنية المشترك أمن الخليج العربية الأول مشيرا في هذا الشأن إلى الجانب القيادي في التمرين حيث كانت المتابعة القيادية مستمرة لأحداثه على مختلف المستويات وكان جليا بالرعاية الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وحضور التمرين النهائي كذلك وكذلك حضور جميع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس وما شكله ذلك من حافظ معنوي كبير إنعكس على رفع مستوى الأداء والإتقان الميدني كما أعرب معالي عن شكره لوكلاء وزراء الداخلية على حديثهم وتصريحاتهم الإيجابية عن التمرين خلال الاجتماع التحضيري كما أشار معالي الوزير إلى ما لمسه شخصيا من مستوى مشرف للتعاون والأخوة الحميمة الجادة لرفع مستوى العمل الجماعي مؤكدا أن ذلك يعزز الثقة لدى الجميع كما نتطلع إلى مزيد من التمرين بين مختلف الأجهزة الأمنية وتطرق معالي الوزير إلى الموضوعات التي يناقشها الاجتماع وتتعلق بتعزيز أوجه التعاون الأمني واستعراض التقارير والتوصيات التي توصلت إليها أعمال اللجان المتخصصة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما يتناسب مع المستجدات التي تشهدها المنطقة والتي تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق الأمني والذي يمكننا بإذن الله من التصدي لكافة الأخطار والتحديات الأمنية من خلال توحيد المواقف واجتماع الكلمة وتضافر الجهود ووجه معالي الوزير الدعوة لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لحضور اجتماعهم السادس والثلاثين في البحرين دعينا الله أن يحفظ أوطاننا وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار وأن يكلل جهودنا بالتوفيق والسداد وفي ختم الاجتماع عرب أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية عن تقديرهم وامتنانهم للجهود المباركة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس وترسيخا لأركان منظومة المجلس وأكد معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمن العام لمجلس التعاون أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية أعربوا عن تقديرهم واعتزازهم بالمستوى المشرف الذي ظهر عليه تمرين أمن الخليج العربية الأول برعاية كريمة من جلالة الملك المفدى مشيدين بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية بدول المجلس في التمرين تأكيدا لتلاحم دول المجلس وإصرارها على الحفاظ على الأمن والاستقرار تجاه مختلف التحديات الأمنية التي تواجهها وعبر الوزراء عن امتنانهم للجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة الداخلية بقيادة الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية قائد تمرين أمن الخليج العربي الأول من أجل تنظيم التمرين بمستوى عال من الإعداد والتحضير والإنجاز إما عن عكس على مستوى الجاهزية الأمنية والكفاءة العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون وصولا إلى تحقيق التجانس والانسجام والتعاون الميداني بين كافة الأجهزة الأمنية وأشار معاليه إلى أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية عبروا عن تقديرهم واعتزازهم بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في الدول المجلس من أجل مكافحة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها التنظيمات المتطرفة ذات الفكر الضال مؤكدين تصميم الدول المجلس على مواصلة نهجها في مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيماته وتشفيف مصادر تمويله وتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي من أجل القضاء على هذه الأفة الخطيرة وقال إن وزراء الداخلية أعربوا عن استنكارهم الشديد لإطلاق ميليشيات الحوثي وصالح صواريخ باليستية على مكة المكرمة قبلت المسلمين باعتباره عملا إرهابيا شنيعا وأضف أن الوزراء اطلعوا على إنجازات مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ والرؤية المستقبلية للمركز حيث أشهدوا بالجهود الموفقة التي يقوم بها في مجال تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وأوجهوا إلى ضرورة العمل على تنفيذ تمارين متخصصة في هذا المجالات لتطبيق الخطة الإقليمية للاستعداد والتصدي لحالات الطوارئ كما أعرب أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية عن ارتياحهم ومبركاتهم للجهود الطيبة التي يقوم بها جهاز الشرطة الخليجية لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتبادل المعلومات الأمنية بين الأجهزة المختصة بدول المجلس لمكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها وتوثيق التعاون مع المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية ووجهوا إلى تكثيف التعاون الأمني المشترك حفاظا على أمن واستقرار دول المجلس وسلامة مواطنيها مؤكدين أن دول المجلس لن تألوا جهدا في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصيانة استقرارها وحماية إنجازتها ومكتسباتها